حفتر لن يعود مشهد يتكرر في أذهان داعم الإرهاب يعود بإخراج جديد تحت الإقامة الجبرية أو المنفع نذكر دائماً أن أعلام حكومة الصغيرات من قنوات ومواقع إخبارية وإعلاميين وصحفيين ونشطاء دافع هذه الآلة الإعلامية منذ بداية المعارك في عام 2014 هو تحقيق انتصار وهمي عبر هذه المنصات وأقناع متتبعيهم ومناصريهم أنهم يحقيقون التقدمات وأنهم يسيطرون على مواقع جديدة إلى أن اصطدموا بالحقيقة وهي تحقيق النصر في بنغازي ودرنة وتطهيرها من أتباعهم والقضاء على الميليشيات والتنظيمات الإرهابية والغريب أن متصدر الشاشات الداعمين للجماعات الإرهابية وتنظيم الإخوان وأذرعهم الميليشيوية ورواد مواقع التواصل الاجتماعي رغم اكتشاف كذبهم وتزييف الحقائق إلا أنهم لا زالوا مصرين على الظهور وتصريح وبث المزيد من الافتراءات وخطاب الكراهية والفتن والتجني والاتهامات جزافا دون دليل أو بينا دون حساب ولا حتى اعتذار فقط لمن صدقهم وركض خلف أوهامهم في إبريل عام 2018 تناول إعلام صخيرات خبر وفاة مشير خليفة حفتر في فرنسا حيث أكدوا وفاته سريريا وأنهم في انتظار الإعلان الرسمي بل ودخلوا في تفاصيل أخرى بكل جراءة حول الدفن والجثمان وإجساله ومن سيستقبله وأين الغريب أن هؤلاء لم يستفيدوا من التجارب السابقة وتسببوا في إحباط كبير وغضب لدى متتبعيهم حيث كان أهم وأبرز ما تناولوه خبر وجود خليفة حفتر تحت ما أسموها بالرقابة المشددة في القاهرة حيث كان من أكثر المحرجين المحلل السياسي الداعم لحكومة الصخيرات والميليشيات محمد بوسير الذي نسج روايات عديدة دعا فيها أن القبة هي من ستقود العمل في برق المرحلة القادمة بعد أن أكد أن المشير خليفة حفتر في بيته في القاهرة تحت المراقبة المشددة وأن كل أقاربه بدأوا يلحقون به هناك وفق تعبيره الأخواني جمعالي جماطي رئيس ما يعرف بحزب التغيير والمقيم في لندن الذي تفاخر بسرعة نقل الخبر عنوانه بعاجل في تغريدة على موقع تويتر يقول معلومات موثوقة أن القائد العام متواجد حاليا في القاهرة لن يعود نهائيا إلى ليبيا وأخضاعه للمراقبة الإجماطي رجع مجددا يبث أمانيه ليؤكد معلوماته بعد يومين ليجدد صحة ما نشره معتبرا أن معلوماته أكدت من قبل المبعوث الأمريكي السابق إلى ليبيا جونثن وينر ورغم التوضيحات التي أطلقها نشاطاء عبر فيسبوك وتويتر أن حساب المبعوث الأمريكي السابق إلى ليبيا الذي استندت عليه بوتاقة صخيرات ودعم الميليشيات بأنه حساب غير رسمي للمبعوث الأمريكي الكذب لم يقف إلى هذا الحد بل ادعى بعضهم أن المشير خليفة حفتر فر إلى فنزويلا في إشاعة سامجة ومكررة كما ادعت السفارة الفنزويلية في الولايات المتحدة الأمريكية أن طائرة المشير خليفة حفتر وصلت إلى فنزويلا في زيارة غير مهلنة في معلومات غير دقيقة ومنفصلة عن أرض الواقع التي استندت عنها كثير من القنوات والنشطاء في نشر هذه المعلومات من بينهم محمود شمام رئيس مجلس قناتي وصحيفة الوسط الذي تساءل شنقصت فنزويلا مانا وتسارعت قناة ليبيا الأحرار المدعومة قطريا في نقل الخبر أيضا ولم تبقى عن متابعيها أن تطمئنهم دائما بمثل هكذا أخبر لا تستند على وقائع حقيقية وفقا لمعيير الصحافة كما كانت لقناتي الجزيرة القطرية وعربي بوست القدح المعلّى من هذا الهراء حيث قالوا بأن المشير خليفة حفتر ممنوع من مغادرة القاهرة حتى إيجاد البديل وضباطه يحاولون الانشقاق وحلفاء القائد العام يرسمون مصيره في الساعات المقبلة ويأتي مشهد مصور للقائد العام المشير خليفة حفتر في مكتبه بمقر القيادة العامة في مدينة بنغازي مع سفير جمهورية ألمانيا لدى ليبيا أوليفر أوفيتشا لمناقجة الأزمة في ليبيا حول إعلان القاهرة الذي أعلنت بلاد الأخير تأييده في وقت سابق ليكشف زيف وكذب قنواتهم وابتراءاتهم من معهودة وترويجهم للإشاعات بعيدا عن المهنية علي الفايدي ليبيا الحدث ترجمة نانسي قنقر